ازايكوا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير مع حلقة جديدة وقصة جديدة من القصص الحقيقية الغمضة وانا معرفش القصة دي انتو سمعتوها قبل كده ولا لا يعني فيه قنوات اجنبية اتكلمت عنها بس معرفش هل فيه قناة عربية اتكلمت عنها ولا لا والقصة دي من القصص المشهورة جدا في اليابان والقصة دي حصلت في 2004 يعني ما تعتبرش قديمة قوي يعني يعتبر في الوقت ده التكنولوجيا ووسائل الاتصالات وكاميرات المرأبة كانت متطورة جدا وتخيل بقى لما اقولك في اليابان لكن اليابانيين نفسهم بالتكنولوجيا بتاعتهم ما اقدروش يحلوا اللغز ده المهم عشان ما اطولش عليكم في المقدمة ما تنسوش لو الفيديو ده ان شاء الله عجبكم تعملوا لايك وشير ليه من كل اكاونتاتكم من كل مواقع التواصل الاجتماعي ولو انتم لسه جداد هنا في القناة اشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيهات علشان توصلكم الفيديوهات في معادة ويلا نبتدي نحكي القصة الغريبة دي في 17 فبراير سنة 2004 في مدينة واكاتش اليابانية في مطجر في المدينة او مول كبير اسمه جوسكو والمول ده من المولات الضخمة او الكبيرة اللي بتبقى مليانة باعداد كتير جدا من الزباين او الزوار وفي اليوم ده الناس اللي كانوا في المول سمعوا صوت خناء وصريخ عالي قوي فالناس كلها في المول جريت على الصوت ده علشان تشوف فيه ايه فلاقوا امرأة شابة وشايلة طفل رضيع وكانت شايلة طفلها على حمالة كده او شيالة كده قصدها وربطاة على صدرها وكانت المرأة دي عمالة تتخانق جامد مع راجل كبير في السن في البداية الناس اللي في المول ما كانوش عارفين يعملوا ايه في اللي بيجرأ قدامهم ده لحد ما المرأة فضلت تسرخ وتقول حرامي حرامي وكانت قبضة ايديها مسكة في ايد الراجل الكبير جامد وعمالة تسرخ وتقول حرامي حرامي وكان الراجل الكبير كان مسك في ايديه محفظة وامتبت عليها جامد والست مسكة في ايده اللي فيها المحفظة وعمالة تقول حرامي حرامي وتسرخ جامد فجأة كان فيه تلت شباب من الناس المتفرجين اتحركوا من مكانهم وهاجموا على الرجل الكبير ده ونزلوه على الارض سبتوه يعني على الارض وابتدوا ياخدوا من ايده بالعافية المحفظة اللي متبت عليها جامد ومش عايز يسيبها اللي هو سرقها من المرأة لكن الرجل الكبير فضل مستميت قوي على المحفظة ومش عايز يسيبها ابدا فهنا التلت شباب اللي كانوا مسبتينه على الارض فضلوا ينادوا على الشرطة او على افراد الامن اللي في المول علشان يجوا يقبضوا على الرجل ده وجه على طول افراد الشرطة ومسكوا ايد الراجل وكتفوه والراجل عمال يسرخ ويقول انا مش حرامي انا ما عملتش حاجة وعمال يزعق جامد قوي وفجأة وشه جاب الوان وفضل يرجع او يستفرخ جامد جدا لحد ما وقع على الارض فقد الوعي الشرطة فضلت في مكانها زي ما هي لحد معربية الاسعاف جت وهم بيشيلوا الراجل ده من على الارض عرفوا ياخدوا من ايده المحفظة او الشيء اللي كان سرقه من المرأة فاكتشفوا ان المحفظة اللي هو ماسكها بيديه دي وانتبت عليها جامد هي محفظته وفيها بطاقته وكان ماسك مع المحفظة كارت فيزا او كريدت وكان كارت الفيزا متطبق في ايده جامد من كتر ما هو كان ماسك عليه فراحوا مطلعين من ايده كارت الفيزا اللي هو المتطبق ده وفردوه كده لقوا ان كارت الفيزا ده بتاعه هو مكتوب عليه اسمه ولقوا الشنط او اللي كياس اللي هو كان شهيلها معاه ووقعت على الارض لقوا في اللي كياس او الشنط دي مستلزمات حيوانات اليفة يعني تقريبا كان فيها اكل قطط او اكل كلاب ودي الحاجات او المشتريات اللي هو كان لسه شريها من المتجر وكان معاها كمان الريسيت او الفاتورة اللي اشترى بيها الحاجات دي يعني الراجل ده مش حرامي وما سرقش اي حاجة من المرأة فهنا بقى افراد الشرطة ابتدوا يفوقوا من الصدمة او الغيبوبة اللي هما كانوا فيها قعدوا بقى يهرشوا في دماغهم كده ايه ده هو ايه اللي بيحصل الراجل ده ما سرقش اي حاجة اما الست دي كانت بتقول ايه عملة تقول حرامي حرامي وكانت مسكة فيه هي فين الست اللي عملة تقول حرامي حرامي دي وفضلوا يدوروا عليها مش لقينها فكان فيه الناس اللي وقفة تتفرج الحجد الكبير ده فالشرطة سألت الناس ما شفتوش المرأة اللي هي كانت شايلة طفل وكانت مسكة في الراجل ده وعملة تقول حرامي حرامي فالناس فضلوا كده يبصوا حواليهم يمين وشمال ويدوروا بعينيهم المرأة مش موجودة اختفت اتبخرت لانهم كلهم عينيهم في اللحظة دي كانت متوجهة للراجل الكبير اللي سرق المحفظة من المرأة او اللي المرأة اتدعت انه سرق المحفظة منها لكن المرأة نفسها اللي هي الضحية محدش اهتم بيها كله كانت عينيه على الراجل ده كل اللي كانوا في المول او المتجر كانوا مشغولين بالراجل ده وهو متكتف والشرطة عملت حاول تطلع من ايده المحفظة وهو بيغم عليه ونسيه خالص المرأة دي لكن بعد كده الشرطة مدتش اي اهتمام بالموقف اللي حصل ده قالوا خلاص الراجل اغم عليه ودخل المستشفى وهيتعالج والستة مشت من غير ما تتكلم مع الشرطة او تشرح لهم هي عملت كده ليه فالشرطة قالت يمكن الراجل الكبير ده يكون عاكس المرأة مثلا او كان عايز تحرش بيها والمرأة عشان تقدبه ادعت انه حرامي وهي اللي عملت الفيلم ده عشان تلم الناس عليه ويمسكوه ويدربوه فقالوا ممكن يكون ده حصل لان المولات الكبيرة دي يا ما بتحصل فيها خناقات ومواقف غريبة فالشرطة عادي يعني كبرت دماغها والناس مشيت وكل واحد راح لحاله ونسيوا الموضوع لكن تاني يوم الراجل الكبير ده اللي نقلوه المستشفى للأسف اتوفى بسبب قصور في القلب نتيجة الضغط الشديد يعني تقريبا كده جاله جلطة ومات لكن الشرطة لما اكتشفت وفاة الراجل ده قالوا خلاص المشتبه فيه توفى وتوقفت التحقيقات وراحوا قفلين القضية لكن عيلة او قرايب الراجل المتوفى ده رفضوا ان القضية تتقفل كده ببساطة ازاي والدهم الراجل المحترم اللي ملوش اي سابقة في حياته يتهموه انه هجم على امرأة وطفلها وكان عايز يسرقها الراجل ده قبل ما يطلع على المعاش كان شغال في وظيفة محترمة في شركة لتصنيع المواد الكيميائية وكان بقى له شغال في الشركة دي اربعين سنة ولما الراجل ده سنه وصل الستين وطلع على المعاش بقى يقبض معاش كويس جدا مش هيخليه يحتاج يسرق ابدا فقسرة او عيلة او قرايب الراجل ده طلبت من الشرطة انهم يعيدوا تحقيق تاني في القضية دي ويفتحوا القضية مرة تانية ويقبضوا على المرأة المدعية دي اللي كانت السبب في موت والدهم الست دي لازم تتحاسب وتتسجن وتدفع كمان لهم تعويد وافراد الشرطة كمان اللي قبضوا على الراجل ده من غير ما يتحققوا من صحة كلام المرأة لازم كمان هم يتحاسبوا دي تعتبر قضية قتل خطأ ما ينفعش انها تعدي كده بالساهل في الاول الشرطة فضلت تماطل مع اسرة الراجل المتوفي انها تفتح القضية من تاني لكن اسرة المتوفي قلبوا الدنيا كلها وقدموا بلاغات في الشرطة لحد ما الشرطة استسلمت وقالت خلاص ماشي هنراجع كاميرات المرأبة في المول وهنجيب المرأة دي وهنقبض عليها لكن اللي اكتشفوه في تسجيلات كاميرات المرأبة كان مرعب جدا هحكي لكم دلوقتي الكاميرا صورت ايه بالزبط كانت الخناقة حصلت بالزبط قدام مكان الاتم في المول في الاول المرأة اللي كانت شايلة طفل جت ووقفت في زاوية كده بالقرب من مكان الاتم وكانت وقفة ستة ما بتتحركش كأنها تمسال والطفل اللي كانت شايلة قدامها على الحمالة تقريبا عمره سنتين او سنتين ونص المهم بعد كده بخمس دقايق ابتدى يظهر الراجل الكبير في الكادر بتاع الكاميرا وابتدى الراجل ده يسحب بالكارت اللي هو كارت الفيزا بتاعه فلوس من مكانة الاتم وكان شايل في ايده التانية الشونط اللي هي فيها الحاجات اللي اشتراها وبعد ما سحب الفلوس ولسه بيلف ومدي ظهره للمكانة فجأة المرأة دي تحركت من مكانها ومشيت قدام الراجل وقطعت على الطريق وراح تخبطها بالطفل اللي كانت شايلة معاها في كتفه او في دراعه وفي اللحظة دي ايديها لسه كانت هتشقط المحفظة من ايد الراجل لكن الراجل خد باله وبحركة غريزية او بحركة لا ارادية منه راح مسكها من دراعها وهنا على طول المرأة ظهرت وهي بتسرخ وتقول حرامي حرامي فكان باين جدا في الفيديو ان اللي هي المعتدي عليه هي الحرامية هي اللي كانت عايزة تسرقه وبعد كده ظهر في الفيديو الناس وهي بتتلم وبعد كده ظهرت تلت شباب اللي مسكوا الراجل وسبتوه على الارض والشرطة لما جات بعد كده وكان وسط الحشد ده كله المرأة كانت سابتة في مكانها ما بتتحركش وعمالة تتفرج وسط الناس على اللي بيجرى ده كل ده والشرطة لسه موجودة وبعدين المرأة فضلت تتسحب لورا شوية شوية وطلعت من وسط الناس فده الفيديو اللي سجلته الكاميرا اللي هيجنينك بقى اكتر الشرطة فضلت تدور في جميع كاميرات المرأبة خصوصا الكاميرات اللي كانت في مدخل ومخرج المول اللي بتسجل اي شخص بيدخل او اي شخص بيخرج من المول شوفوا بقى المفاجأة الصادمة ملقوش المرأة دي دخلت او خرجت من المول نهائي في نفس اليوم ده اللي حصلت فيه وقعت السرقة دي المرأة دي ما ظهرتش بس غير في كاميرا المرأبة اللي قدام مكنة الاتم وسبحان الله يا اخي كأن المرأة دي ظهرت من العدم مخصوص علشان طراز الراجل المسكين ده وتفضحه وتكون سبب في موته وبعد كده تختفي من الدنيا وكل الكلام ده حصل قدام مئات او الاف الشهود من الناس اللي شافوا الواقعة دي بعينيهم يعني ما حدش يقدر يكذب او ينفل اللي حصل ده والغريبة ان ما حدش كان مركز قوي مع المرأة ما كانش فيه حد من الناس اللي كانوا واقفين او من الشرطة كان مركز او مهتم انه يحفظ ملامح وشها كل العيون في المول كانت متوجهة للراجل الضحية المسكين ده وكأن المرأة دي عملا لهم سحر او عمل ما تعرفش فيه ايه المهم الشرطة فضلت راجع التسجيلات لساعات وساعات علشان بس يجيبوا اي لقطة لوجه المرأة دي علشان يتعرفوا عليها ويجيبوها وشها ما كانش واضح في الكاميرا عايزين بس اي لقطة لوشها وملقوش غير لقطة واحدة بس لوشها لما المرأة دي بصت لثانية لثانية واحدة لكاميرا المرأبة وبعدين رحت مدارية وشها وكانت الصورة اللي سجلتها كاميرا المرأبة لوشها مرعبة جدا لدرجة ان الشرطة نفسها خافت من وشها اللي ظهر في خلال الثانية دي في الكاميرا ده كمان الشرطة منعت الصورة دي تنتشر في الصحف او في وسائل الاعلام او في الميديا لمدة سنة كاملة علشان ما تسببش حالة زعر للناس كانوا خايفين لو الناس او المواطنين شافوا الصورة دي ممكن يخافوا بعد كده يروحوا المولاد وخصوصا المكان او المول اللي حصلت في الوقع دي دي يا جماعة الصورة الحقيقية لوجه المرأة اللي الكاميرا سجلته وشها كأنه ملوش اي ملامح وشها كأنه وش تمثال او وش كأن فضائي عينيها سودة تماما او تقدروا تقولوا كده ان عينيها فاضية او مفرغة تحس كأنها لابسة كناع الموت او وشها كأنه قلب جبس لشخص متوفي مفيش اي مشاعر ولا اي عاطفة في وشها تحس كده كأنها كائن غير بشري من فصيلة اعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق حتى معظم الناس اللي شافوا الصورة دي قالوا استحالة ان المرأة دي تكون بشر المهم بعد التسجيلات دي اقارب او قسرة الراجل الكبير المتوفي رفعوا دعوة قضائية على جهاز الشرطة في المدينة بسبب احتجازه وتثبيته على الارض من غير ما يراعه سنه ولا يراعه انه راجل مريض وعنده القلب والشرطة كانت برضو سبب في موته مش المرأة بس الوحدة هي المجرمة المهم بعد اواضي وجلسات ما بينهم وما بين الشرطة وصلوا في الاخر لتسوية في الموضوع ده والشرطة قدمت اعتذار رسمي واهل المتوفي خدوا تعويض عن اللي حصل ده من الدولة وبعد كده الشرطة نشرت صورة المرأة دي في كل مكان على امل ان في اي حد من الناس يتعرف على المرأة المجهولة دي وتقبض عليها وانتشرت الصورة في الصحف والمجلات والتلفزيون والانترنت وبقت الحادثة دي هي حديث المدينة كلها وكل الناس بقت تتكلم عنها ومحدش للأسف في اليابان كلها قدر يتعرف على المرأة الشبح دي لحد يومنا ده وحتى لو لقوها خلاص القضية تعتبر سقطة بالتقادم من سنة 2011 حسب قوانين اليابان لكن لحد دلوقت الشباب في اليابان لسه على الانترنت بيتكلموا عن القضية دي ويفضلوا يبعثوا صورة المرأة المرعبة دي ويشيروها على النت وعندهم امل لحد النهاردة انهم يلاقوا المرأة دي حتى لو مش هيتقبض عليها بس هم بيدوروا عليها مثلا زي تحدي او تسلية والقضية دي مشهورة جدا في اليابان واسمها جوسكو فانتوم او شبح جوسكو او جوسكو ATM فانتوم يعني لو حابين تتأكدوا من القصة دي وتسألوا عليها والحد النهاردة محدش يعرف مين المرأة دي او مين الكائن او الشيء ده اللي تسبب بموت الراجل المسكين في مطجر جوسكو بس والحد كده وصلنا لنهاية قصتنا يارب تكون القصة عجبتكم او الفيديو ده عجبكم ما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وشير لي انا عارف ان انتوا هتطنشوا بس يعني انا بقول كده وخلاص بعمل اللي عليا يعني فياريت يعني ما تبخلوش علينا باللايك والشير ولو انتم لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات في معادها واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة وقصص جديدة وقولكم مع السلق